اهلا وسهلا اسبوع متقلب بالتحركات السعرية وبشكل قوي فقد ترك الفدرالي اسعار الفائدة بدون تغيير بعد 10 عمليات رفع فائدة لكن اشار بالمخطط النقطي بانه هناك احتمالية لرفع الفائدة في المستقبل طبعا في حال عودة ارتفاع الطبخهم بينما اختار بنك اوروبا رفع الفائدة المرة الثامنة بمقدار 25 نقطة اساس هاي المرة اشارت كريستين لاغارد لرفع فائدة محتمل في اجتماع شهر يوليو القادم اما من اليابان فاختار كازو اويدا تثبيت الفائدة والاستمرار بالسياسة التسهيلية عكس البنوك الكبرى وكانت الارقام الاقتصادية دافع لتحركات الاسواق فكانت بيانات التضخم هي الاهم من امريكا فاتباطئ التضخم السنوي الى مستويات 4 بالمية من 4.9 بالمية كذلك من اوروبا تباطئ التضخم الى مستويات 6.1 بالمية وعلى المستثمرين متابعة عدد من النقاط الاساسية في جلسة الاسبوع القادم اولا التضخم من بريطانيا واللي قد يسجل بعض التباطئ الى مستويات 8.5 بالمية من 8.7 بالمية التباطئ لو حصل ما رح يكون ذو اهمية كبيرة على سياسة بنك انجلترا ثانيا شهادة رئيس الفدرالي الامريكي جيران باول النصف سنوية على السياسة النقدية واللي بتمتد على جلستين ثالثا اجتماع بنك انجلترا واللي قد يتجه الى رفع الفائد بمقدار 25 نقطة اساس المهم متابعة لهجة اندرو بايلي حول النظر المستقبلي للارقام الاقتصادية وبالتالي طبعا توقعات البنك لعمليات الفائد القادمة رابعا واخيرا مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي من اوروبا وبريطانيا وامريكا والاهم طبعا القطاع التصنيعي واللي بيعاني طبعا من انكماش منذ عدة اشهر ننتقل للتحليل الفني لجلسة الاسبوع القادم بداية مع تداولات الذهب الذهب يتداول ادنى مستويات خط الاتجاه الصاعد المكسور او ادق القناء السعرية الصاعدة بالنسبة للذهب تم كسر القناء السعرية سابقا ثم محاولة الهبوط وتسجيل ميل سلبي حول مستويات او ادنى مستويات لألف وتسعمية وثلاثين ثم عودة الاسعار وثباتها ادنى مستويات المتوسط المتحرك عودة الاسعار وتسجيل ارتفاعات من مستويات المتوسط المتحرك لإعادة اختبار الحد السفلي للقناء السعرية الصاعدة ثبات التداولات السعرية ادنى مستويات الالف وتسعمية او سبعين الى الف وتسعمية وخمسة وسبعين قد يدفع الذهب لتشكيل ايضا ميل سلبي هابط مرورا الى مستويات الف وتسعمية وثلاثين بداية ثم الف وتسعمية وسبع عشر ثم مستويات الف وتسعمية طبعا بكل تأكيد شرط اساسي ثبات التداولات ادنى مستويات الالف وتسعمية وسبعين الى الف وتسعمية وخمسة وسبعين بالنسبة لأدها ننتقل لتحليل اليورو اليورو كنا قد تحدثنا سابقا عن امكانية الارتداد حول مستويات مية ستمية وخمسة وثلاثين ثبات التداولات السعرية اعطى الميل الايجابي لليورو مع رفع اسعار الفائدة في جلسة الاسبوع الماضي ثبات الاسعار حاليا اعلى مستويات الدولار 8 سنت قد يدفع الاسعار مرة اخرى نحو مستويات الواحد عشرة خمسين بالنسبة لليورو ثم الواحد احداش مع اختبار طبعا خط الاتجاه الصاعد اللي تم كسره سابقا طبعا ثبات التداولات السعرية ادنى مستويات دولار 8 سنت او مية تمنمية بالنسبة لليورو ننتقل لتحليل الباوند تداولات سعرية بالنسبة للباوند تلت جلسات اسبوعية صاعدة يتداول حاليا عند مستويات المتوسط المتحرك 200 اختبار مستويات 28-80 واردة بالنسبة للباوند ثم عودة الاسعار لاختبار المستويات الفيبوناتشي 61-80 بالنسبة للموجة الهابطة السابقة عند الاسعار 1-27-50 ثم عودة ارتفاعات وتسجيل الاسعار ارتفاعات سعرية نحو مستويات دولار 29-50 ثم دولار 30 طبعا ثبات التداولات السعرية اعلى مستويات 27-50 مهمة جدا بالنسبة للكابل في جلسة الاسبوع القادم ننتقل لتحليل اليان اليان كنا متوجهين بميل صعودي في الفترة الماضية نظرا للسياسة التسهيلية بالنسبة لبنك اليابان حاليا تداولات السعرية اعلى مستويات 140-50 قد يدفع اليان لتجاوز مستويات المقاومة السعرية 141-95 ثم الانطلاق نحو مستويات 143 الفيقر ثم 144-85 طبعا ثبات التداولات السعرية اعلى مستويات 138-90 شرط اساسي لاستمرار الميل الصعودي بالنسبة لليان ننتقل لتحليل الاسترالي الاسترالي ايضا وعودة رفع اسعار الفائد من بنك استراليا لاحظنا موجة صعودية قوية بالنسبة للاسترالي تشكيل قاع سفلي بالنسبة للقيعان الاسترالي في الفترة الماضية ثم ارتفاعات واختراق البريكينج لا مستويات او كسر مستويات المقاومة السعرية 68-20 ثبات التداولات السعرية اعلى منطقة الاسحار 68-20 الى 67-40 قد يدفع الاسترالي او الاوزي لميل صعودي نحو مستويات 69-75 ثم 70-60 بالنسبة للاسترالي النفط خام غرب تكساس تحديدا يتداول اعلى مستويات الدعم السعري 67-60 ثبات التداولات السعرية عدة مرات سابقة بالنسبة للاسترالي تشكيل دايفرجنس ايجابي بالنسبة للا النفط في جلسات الاسبوع في جلسة الاسبوع الماضي ثبات التداولات السعرية اعلى الدعم السعري 69-20 قد يدفع النفط لتشكيل ميل صعودي نحو 73-74 70 بالنسبة لخام غرب تكساس طبعا بكل تأكيد شرط اساسي ثبات التداولات السعرية اعلى البلوك او اعلى الكتلة 69-20 67-60 او المنطقة الدعم السعري نختتم مع الداو جونز الداو جونز كنا لاحظنا جلسات اسبوعية اسبوعين متتاليين سجل ارتفاعات وكنا قد تحدثنا سابقا مرارا وتكرارا الى تداولات الداو جونز العرضية نظرا لثبات التداولات السعرية بين خط الاتجاه الهابط وخط الاتجاه الصاعد حاليا الداو جونز يداول عند منطقة المقاومة السعرية 34-640 34-640 منطقة مقاومة جيدة جدا على ما اعتقد ممكن ترد الاسعار الى اختبار مستويات الـ 33-1000 ثم مع ثبات تداولات الـ 33-1000 قد يعود الداو جونز للارتفاعات الى 34-640 بذلك طبعا نحتاج صمود مستويات الـ 34-640 لتشكيل الميل الهبوطي نحو مستويات الـ 34-1000 ثم ثبات مستويات الـ 34-1000 لتشكيل ميل صعودي مرة أخرى نحو مستويات الـ 34-600 بالنسبة للداو جونز تداولات موفقة موسيقى